بسم الله الرحمن الرحيم الله تبارك وتعالى في الآيات السابقة قسم الناس إلى ثلاثة أقسام مؤمن ومنافق وكافر ومثل للمنافق بمثالين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا هذا المثال الأول المثال الثاني أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبارق هذان مثالان تقربان إلى الأذهان حالة المنافق بعد ذلك أمر الناس بالعبادة ودعاهم إلى حضيرة الإيمان وبين الفوائد والمعطيات المترتبة على الإيمان ثم احتج على من أنكر الرسالة والتحداه بأن يأتي بمثل هذا القرآن إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما في هذه الآية الله تبارك وتعالى يجيب عن سؤال سأله الكفار وغيرهم سألوه تعنتا لا تفقها شنو هذا السؤال؟ السؤال الله تبارك وتعالى لماذا يضرب الأمثال؟ كالمثالين بالنسبة إلى المنافق في الآيات السابقة وهكذا في آيات أخرى الله تبارك وتعالى يضرب الأمثال فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وبل وفي آية أخرى كمن مثله في الظلمات في آية أخرى فمثله كمثل الكلب وغيرها من الآيات سؤال الكفار كان هو هذا الجواب المثال أوقع في النفس وموجب لتقريب المطلب إلى الأذهان والله تبارك وتعالى لا يستحي من بيان الحق إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما ما يخجل ما يمنع شيء الحياء إنما يكون من الأشياء القبيحة أو غير اللائقة أو ما أشبه ذلك أما أن يمثل الله تبارك وتعالى وهو الكبير المتعال بشيء صغير حقير هذا مو موطن الحياء أي مثلك إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما شنو معنى ما يعني أي شيء من الأشياء شنو أي شيء من الأشياء بعوضة فما فوقها بعوضة هذا بدل ما يعني إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة اللي هي البقه البق فما فوقها يعني أكبر منها خليش الله تبارك وتعالى ذكر البعوضة وخصها بالذكر هنا لأن البعوضة أصغر الحيوانات التي يراها الإنسان بالوضع الطبيعي إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها بعد سماع هذا المثل الناس ينقسمون إلى قسمين فعما الذين آمنوا فيعلمون أنه هذا المثل هو الحق من ربهم والله تبارك وتعالى جاب هذا المثال شنو غرض من ذلك التوضيح والتبين هذا الفريق الأول وعما الذين كفروا هنا يعترضون فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا ماذا أراد الله بهذا المثل هذا مثلا هذا تمييز معناه شنو يعني بهذا المثل ليش الله يجيب هذا المثال اللي هو مو مناسب لجلاله الكريم مو مناسب لمقامه العظيم شنو هذا المثال الحقير الصغير الله تبارك وتعالى يجيب مثال صحيح وواقعي ويقرب المطالب الحقيقية الواقعية إلى الأذهان وإن لم تدرك عقولهم وجه هذا المثال النتيجة شنو تصير يظل به كثيرا ويهدي به كثيرا هذا يوجب انقسام الناس طبعا في هذه العبارة أكو احتمال ثاني هذا جواب من الله تبارك وتعالى عن اعتراضه الجواب ان فائدة هذا المثال امتحان الناس اللي في قلبه مرض يظل اللي قلبه مستقيم يهتدي فالمقصود من بيان المثل الاضلال والهداية فهنانا بالنتيجة في هذه العبارة لاكو احتماليا الاحتمال الأول ان المقصود بالمثال التوضيح والتقريب اللي على أثر هذا التوضيح والتقريب الناس ينقسمون إلى قسمين المؤمنين يعلمون أنه الحق الكفار يعترضون ماذا أراد الله بهذا مثلا هذا الاحتمال الأول الاحتمال الثاني لا المقصود بهذا المثل الاضلال والهداية وما يظل به الا الفاسقين بهذا المثل ما يظل أحد الا اذا كان فاسقا الفاسق الذي خرج عن طاعة الله ولم يتبع أوامر عقله ليسلك طريق الهداية هل سنوه معنى اضلال الله تبارك وتعالى يظل به كثيرا ويهدي به كثيرا معنى اضلال الله انه يترك العابد حتى هو اللي يظل مثل ما انتو تقولون فلان افسد ابنه في الواقع هو ما افسد ابنه الابن هو راح صار فاسد ليش تقولون الابو افسد ابنه لانه تركه تركه شأنه حتى فسد ما نصح ما وجه ما اخذ بيده اهمله لذا تقولون هذا الابو افسد ابنه فينسب الافساد الى الآ هؤلاء الفاسقون من هم؟ الله تبارك وتعالى يبين بعض سماته والتي سنبينها ان شاء الله في الآية اللاحقة نسأل الله تبارك وتعالى ان يوفقنا لنحتدي بهدي القرآن وصلى الله على محمد وآله الطاهرين